ربنا واحفاظكم عاوز اقول ان في تقارير كتيرة منتشرة حوالين ان الكابتن فرجاني ساسي رايح باشاك شهير التورك في صحف مميز من تلمزتي اللي بفتخر بيهم اسمه الاستاذ محمد سعيد عبدالعظيم وكتب بدأ يكتب اسمه سليسي بعد ما كان محمد سعيد على ايامنا محمد سعيد عبدالعظيم في الوطن عمل حاجة صحفية حلوة جدا ادي الناس حواء يعني جوتو زابوينت راح ليه المدير الرياضي في نادي باشاك شهير التورك سألوا على فرجاني ساسي وعلى التفاوض مع فرجاني ساسي عشان يجيب معلومة موفق بدل ما فرجاني ساسي يروح يعمل شوبنج في تركيا ويرجع يقولك انا بتفاوض فالناس في نادي الزمالك لعبها يثيل فتدي له اي فلوسة عليها او مش عارف انا الحاملة بتاع ابيعه ملابسي من اجل ساسي توقفت ليه خاد الغندور وقف هل انا مش عارف هل يا ابني الكلام المنطقي اللي انا قلته لكم ان ده ما ينفعش خدته بيه هل الكلام المنطقي اللي قاله لكم ميده بتاع ان ما ينفعش تجيب لعيب لعيب ياخد هذا المبلغ لانه هيفرتك الفرقة كلها اقتنعته به المهم هذا الصحفي المميز الستاذ محمد سعيد في الوطن تواصل مع جاب تصرحات شخصية من بشاك شهير انا عارف بيجيب التصرحات ازاي وبيتواصل دايما مع المصادر مش من لغته كويسة فبيتواصل معهم على المصادر والناس بترد عليها وكنا بنعمل ده وهو معايا في نجم الجمعين فبالتالي واصق من صحة معلوماته اول حاجة الراجل اجور سينير قال ان فرجاني ساسي تم ترشحه ضمن مجموعة من اللاعبين في هذا المركز عن طريق كشفين اتنين لم نتفاوض مع فرجاني ساسي تلاتة هو ضمن مجموعة ولم نستقر على مين اللي احنا هنجيبه اربعة لم نجتمع به في تركيا خلال ما تردد عنه كان رايح يتفاوض خمسة ما عندناش وقت للتفاوض دلوقت وقتنا في التفاوض هيبقى دلوقتي مركزين في الفرقة اللي موقفها سيء في جدول الدوري والتفاوض بتاعنا يبقى بعد نهاية الموز ده الكلام اللي قاله اجور سينير لزمالنا محمد سعيد عشان في موضوع فرجاني ساسي ان لا في مفاوضات ولا هو راح يتعاقد والكلام اللي تقال والصور اللي تصربت على النواة في تركيا ده بيغازل بيها بعض الناس على السوشيال ميديا اللي بقولك يا فرجاني يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش وادفعوا الفرجاني وجددوا الفرجاني والكواليتي بتاع فرجاني يا عم احنا متفقين على كل ده بس دايما في قاعدة حطها نادي كبير ونادي عظيم اسمه النادي الاهلي ما ترديش لاعب وتخسر فرقة ما ترديش لاعب وتخسر فرقة انت عندك النهاردة مشكلة كبيرة جدا عوض بياخد 16 مليون وابو جبل بياخد 3 وجدد جنش ب7 فيه ازمة فيه ازمة في الفلوس فيه ازمة هتدي الواحد بقى الواحد بس 60 مليون طب اللي وراه واللي قدامه واللي جنبه ده يعمله ايه وده الكلام اللي قاله لكم حد بيفهم ومعروف انه زملكاوي وابن نادي الزمالك زي يميده لكن بقى الناس المطبلطية اللي عاديين طب فين يا عم الفلوس اللي قال عليها متحة العدل ما عم اللي كان عنده مجلس دراس سابق ولا كان مسئول في النادي ولا محب للنادي ما تجمعوا تبرعات ما تشوفوا الزمالكاوية فين شوفوا الزمالكاوية فين يدعموا الصفقة رجال اعمال لكن انت تجي تقولي تديره 3 مليون يورو يعني 6 مليون جنيه مصري بواسط الفرق ده انت لو معاك فلوس ما تدفعهمش لو معاك فلوس ما تدفعهمش لكن ده موضوع في منطقة الخطوة المهم ان اصبح دلوقتي وتأكد لنادي الزمالك بعد هذا الانفراض العلامي والصحفي للزميل محمد سعيد ان مفيش بشاك شهيل ولا في الدحيل انا اللي بقولك مفيش الدحيل هو واسط من معلومتي مفيش الدحيل ولا بشاك شهيل هو اتفاقه مع بيرامدس حتى الان ولعب كبير يجيله عروض بس بال3 مليون يورو ما يجيلوش بال3 مليون يورو في تركيا ما ياخدش في قطر ياخدهم لكن هو عنده البرازيل يدودو كان مكسر الدنيا في كاس العالم يعني بتمنى على اللجنة السلسية اللي وضعها الحالي غير قانوني واي حد يقول غير كده يبقى معندوش ضمير اي حد يقول ان وضعها قانوني يبقى معندوش ضمير وانا بكل وضوح قلتلك في صفقة معمولة عودة عضوية ممدوع عباس مقابل ان هما يصهينوا ممدوع عباس يصهين على تنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان لائحة ناة الزمان او ما بقى عمليه لك مستنين الصغة التنفيذية مش الصغة التنفيذية لكن يبدو ان البعض حب الكرسي واستحلى الكرسي واللي عاوز ترشح نائب واللي عاوز ترشح عيده والناس بدأت تدور على الاستمرار مش على خدمة النادي في هذه المرحلة فبالتالي لا ده ظلم وضعوك غير قانوني وتاني اقول كده انتم اهل قانون وفوق رصد ولكم كل الاحترام لكن الوضع الحالي غير قانوني على وزير الشاب والرياضة ان يعدل من وقفهم القانون وعليهم ان لا يكونوا ان لا يكيلوا بميكالين ارجع عضوية ممدوع عباس ومصطفى عبخالق بعد التحقيق معاه ليه تحقيق مع مصطفى عبخالق يعني ليه يعني ليه يعني عاوز تهينه يعني تحقيق مع طمارة ايه وعمل ايه من ترجعتها لحمة السليمان من غير تحقيق ورجعتها لهاني الشكر من غير تحقيق طيب وما ترجعش ليه عضوية هاني العتال وعض ناصر زدان من ترجعت لعلاء حمام ما انا بقول لك هاوز منا برضو لازم الناس تقدم فروض الولاء والطاعة سواء بقى للإدارة او للوزير ما ينفعش الكلام ده وبعين عضوية هاني العتال سليمة مية في المية مش عاوز ترجع عليك هل لازم هاني بقى واخد الحكم عشان يساوم فوضع لجنة اللجنة السلسية برئاسة اللواء مستشار عماد عبد العزيز غير قانوني بعد صدور حكم ببطلان اللائح وعلى وزير الشاب والرياضة ان يتدارك هذا الامر ان يتدارك هذا الامر وعلى ممدوع عباس ان يحرص وهو راجل عنده مبادئ وإلا ما كانش قاعد صامد قدام مرتضى على مدار سنوات لازم تنفذ الحكم ليه لأن ده الحق وده الصح ده الحق وده الصح وده العدل تنفيذ الحكم اللجنة بقى ده اسمه المدير التنفيذي ده لجنة تابعة للمدير التنفيذي والمدير التنفيذي اللي يمضي المهم يتم من الصح الحكم عنوان الحقيق وده حكم مركز التسوية والتحكيم أصدره قضاء فضلاء أجلاء لهم كل التقدير وكل الاحتراق ماشي فاللجنة بقى مرعوبة بقى من الناس قاعدة على السوشيال ميديا وبترجع وعاوز تخلص مع ساسي خلص اتفاوله التاتا مليون يور خياد الغندور ما عافش وقف حملته ليه كان عامل حملة شعارها ابيعه ملابسي من اجل ساسي عاوز يبيع التشيرتات عشان يجيب ساس عادنا شرحنا له ووضحنا له انك انت يوم ما هتاخد من التشيرت تاخد 10% من قيمة بيعه لان المصنع اللي صنعه والمركة والملابس والنقل والتسويق واجار المحلات كل ده فسكت عن الفكر سكت عن الفكر اتمنى على المسترع عماد عبد العزيز ان لا يكيل بمكيلين في مسألة العضويات وان يمتلك القدرة على انصاف كل المظلومين والمقهورين والذين تم شط بعضياته على مدار السنوات الماضية سواء بقى مشاهير زي هاني العتالو عبد ناصر الزيدان او سواء اعضاء عاديين نجوم جوا النادي ايضا اتمنى ان هو يعمل ده وقال لا يصدر لي ان لأ عدود نمدوعة بس رجعت في صفقة لانها رجعت فين في اربعة وشرين ساعة في اربعة وشرين ويوم خميس كلهم انت خمريح بجيبلكم الاخر يا جماعة انا بفرقش معايا غير الصح الهام من كده هو انت عدود هاني العتال مالها ولا في حد عاوز ترشح عن نائب فعلا زي ما أنا بسمع في حد عاوز ترشح عن نائب فيقولك بلاش هاني العتال يا جماعة في انفتح خط مع كل الجبهات الانتخابية في النادي لا 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 الناس دي جاية في مهمة مؤقتة تدير ثم ترحل منفعش تبقى انت بتدير وعينك على كرسي وتشغال انتخابية لا ما منفعش يجب ان تعمل بضمير وان تبتعد عن المصلحة الخاص وان تترفع عن الترشح في المرحلة المقبل لكنه في نفس الوقت ما ينفعش واحد يعطل للعضوية بتاعت هاني عشان هو هنفسه ترشح على النائب هو احنا عارفين انا ترشح على النائب ولا على الرئيس ولا على العد ولا مش هترشح خالص لكن الناس تاخد حقها الناس تاخد حقها ويتم انصفها وبما يرد الله اه الكرسي حلو والشهرة حلوة خاصة لما تبقى في النادي الزمالك قال على رياضية عظيمة لكن يجب ان تتق الله في عملك لايك وشير وصلي عزين ودعي نفسك والوالدين والغير عاوز اتكلم في موضوع رخم ودم متقيل لكن موضوع كوميدي وانا سيبه بألكم يوم